وبعدين راح يجي الدكتور لي يمك و راح هي عالجك و تخوم و انت كل شي ما بيك و دمك معبه بالكامل السلام عليكم و عدنا عليكم في مقطع جديد اليوم راح نعب بياكم سلام بالحياة الواقعية شكرا لكم لأن صوت المقطع لي راح اكثر من 200 لائك و اتمنى هذا المقطع ايضا يوصل اكثر من 200 لائك لجا معارض منكم طالب بسيط قبل نبلش انه جاي انزل الالعاب ثانية حاولوا تشوفون الالعاب الثانية مثل ما شوفون سامب حتى ساموني بدعمي لان انا ظليت و شوفون فقط سامب انا ما راح اقدر استمر لان انا ما راح اثبت على لعبة وحدة وبالتالي راح انشر اشياء انتم ما شوفوها و ما راح تسعد قناتي وبالتالي راح اعوف سامب و اعوف حتى اليوتيوب ابقى فقط على تيك توك انزل مقاطع شورت فلو حابين استمر اتفاعلوا على باقي المقاطع حطونا لايك اذا ادخلوا من الاشعارات اول ما يصلكم اشعار من قناتي لا تنسون تتابعوني على حسابي على تيك توك وتابعوني على حسابي على الاستغرام وايضا لا تنسوا قلتشات الحياة اللي دائما اوصكوا عليها اللي هي الصلاة و طاعة الولدين و يلا مبلش بالاسم السيارات المستعملة بالميكانيك اي نعم سيارات مستعملة بالميكانيك لكن شلون راح تعرض سيارتك بمعرض المستعمل و شلون تقدر تشوف السيارات المعروضة تابعوا اياي للنهاية و راح تعرض انا هاي السيارتي مثلا اريد اعرضها بالميكانيك اوكي اول شي لازم يكون شخص من الميكانيك موجود بالمكان هذا بعدين تروح يفتح لك هذا الباب مثل ما جايشوف انا قدرت افتح الباب لان ناطم نفس رتبة ميكانيك و يفتح لك هذا الباب ايضا مثل ما جايشوف هذا الباب اوكي والطب جوا على هذا الباب تمام هذا الباب وتضغط على حرف واي و انت بداخل سيارتك او الميكانيك وهو بداخل سيارته راح يوديك على هذا المكان هذا المكان هو معرض سيارات داخل المدينة ممكن تعرض سيارتك بي لكن مو انت شخصيا تبتى فقوية ابو الميكانيك يجي يعرض لك سيارتك هين تدخل انت وياه مثلا يختار لك مثلا هذا المكان خاص بيك اوكي هذا المكان هنا خاص بيك تطبق سيارتك بي مثلا يجي يقول لك سو هنا بارك بارك راح تطبق سيارتك بهذا المكان اوكي انت نعرف زيان شلون راح لما اطلع عن السيرفر شوف العرض يصير فقط من انت داخل السيرفر اوكي يعني شلون يعني انت تجعل ميكانيك كابا السلام عليك انا ادعو السيارتي وبشكل مجاني لا تنطو اي فلس راح تدخل انت ويال هذا المكان ودخل سيارتك تمام بعدين شا تسوي سوي بارك باي مكان تريد وتنطي رقمك للميكانيك وتبقي سيارتك بال VST اخضر يعني مرسبنة بالعالم اوكي يعني اسلام انا سوي VST سيارتي راح ترسبن بمكانه اوكي انا مثلا عندي سيارة معروضة واول مدخل السيرفر شا تسوي تضغط على VST والظهر سيارتك الظهر سيارتك وتروح تفتر بشغل لك تفتر بغير سيارة بس اهم شي من اول ما تدخل السيرفر وانت عندك سيارة معروضة للبيع تسوي VST حتى اللي يجي يشوف سيارتك تمام ومن يجي يشوف سيارتك بامكان يروح على الميكانيك وياخذ رقمك او يتصل عليك الميكانيك وتجون هنا وتتعاملون على السيارة وهي افضل طريقة ممكن اعرض بها السيارات حاليا وده اكتشف الطريقة افضل بالمستقبل راح اطور لكم اياها هاي الطريقة بالنسبة الشون تعرض سيارتك حسا بعتوارك مواطن وتريد تشتري سيارة مستعملة ارخص بكثير من السيارة اللي بالمعارض شنو راح تسوي تيجي لهذا مكان الميكانيك وعندك هذا الباب تمام هذا الباب مثل ما جاي يشوف يعني حتى ده مغلق الميكانيك بالكامل راح تقدر تدخل المكان تروح على هذا المكان بعدين تضغط على حرف الواي راح يدخلك لهذا المكان وراح تشوف كل السيارات اللي معروضة اللي موجودة بهذا المكان لنفرض انه هاي سيارة انت ما تعرفها وعجبتك هاي سيارة والله هاي السيارة عجبتني اريد هاي السيارة طبال تتصل على الميكانيك او تروح تجيب لك واحد من الميكانيك لازم يكونون كلهم يعني معروفين ويعرفون هاي السالفة وطبعا شباب كل الفاكشنات اذا حبت انضم ميكانيك دفاع اه داخلية ارمي اف بي اي عصابات ستة مدري سبع عصابات عدنا بالسيرفر كلهم موجودين بالديسكورد والرابط الديسكورد رح يكون موجود اسفل والاي بي اردي ناشركم اياه فيديو الافتتاح بالتعليقات اذا ما حاب تدخل الديسكورد فاذا حاب تتوظف تعالي الديسكورد اللي موجود بالوصف حاب تلعب لعب مواطن طبيعي وتحافظ على القوانين تقدر تدخل بدون تسكورد او من الممكن بعدين رح اخلي هنا مثل اه فوق السيارة رح يكون رقم الشخص يعني وهي سيارة موجودة يكون فوقها رقم الشخص لما انتيجي يطبق السيارة يظهر رقم الشخص فوق السيارة وممكن اي شخص يجي يتصل بدون الحاجة للميكانيك اكيد اذا تريد تطلع فاتجي من هذا الباب بكل بساطة وتضغط حرف فاي رح يظهرك بهذا المكان ايزي مرات رح تطلع من الباب ماشي وخلاص تاخذ رقتك بس حبت اشوفكم جهاز صراف الاي تي ام والشكل الجديد الاسطوري مسل ما جاي يشوفون يطلع لك فلوسك هين لجوه وهينا تقدر ايداع وهينا سحب وهينا تحويل الشخص تريده وكذلك ايضا الميزة موجودة بالتليفون من تكتب تليفون رح يطلع لك على شكل باي بال تلغط على البي بال وراح يطلع عندك فلوسك كم عندك بالبنك وهينا تقدر ترسل للشخص فلوس على البي بال يشلون ترسل تضغط على هاي وبعدين الاي دي مال للشخص مثلا انا رد احاول الايد اثنين حاط ايد اثنين هو ايد البي بال بعدين تضغط على سلست بعدين تختار كم تريد تحول له رح تختار مثلا انا رد احاوله 3000 وتضغط على سلست رح يتحول للشخص ل3000 عندك هين اذا حاب تاخذ سلفي بجوه المالتك فهين ايضا من هنا ايضا تقدر ترسل سيارتك وتلغي الرسل ايضا من هذا المكان طبعا شباب اوك شغله بالسيرفر نهائيا لما احد من تقبه له لكنه جدا اسطورية اللي هو هذا الشخص اللي موجود يمن ريسبون نوراس هذا شي سوا هذا الشغل لنفرض انه انت ضاعت سيارتك ومكان سيارتك بمنطقة بعيدة حيلا يعني لازم تروح السيارتك ماشي او سيارتك عطلانة بمكان بعيد انت شراح تسوي بكل بساطة تجي لهذا الشخص تكتب جيت ماي كار بس تكتب جيت ماي كار وتضغط على سيارتك وراح تجي هاي السيارة مالتك وراك لكنك اذا قافل السيارة يعني مسوي بارك للسيارة ما راح تجي تأكد من هذا الشي لازم انت ممسوي بارك للسيارة طبعا من افضل الاشياء اللي موجودة حاليا تدرون شنية تقدر تعالج نفسك بنفسك شلون اقدر اعالج نفسي بنفسي هاي ستشوفك مثلا انا جاي امشي ومتت اوكي متت بالشارع وانتظر المسعف مسعف والمسعف المسعف ما موجود مجرد انت تكتب slash revive me وبعدين راح يجي دكتور لي امك وراح يعالجك وتخوم وانت كل شي ما بيك ودمك معبه بالكامل يعني تخيلوا انه فجأة يجي بوت هذا طبعا مو شخص حقيقي يعالجك وكأنه هو المسعف اوكي مثل ما شفته عالجك واخذ منك مبلغ بسيط اعتقد الى 50 دولار ويعالجك بنفس مكانك ولكن ينطيك نص دم انا توهمت توم ان قلت ينطيك دم كامل لا ينطيك نص دم فهاي الاضافت جدا اسطورية وراح تفيد كثير من الناس وانت جاي تمشي بالشارع فجأة شفت مثل هاي الحاوية اوكي نورس هي حاوية شنية لا هاي مو حاوية عادية من تجي ام اي حاوية موجودة بالمدينة عليها حرفين مجرد تضغط حرفين راح يبلش يفتش بالحاوية ومن يفتش بالحاوية راح يلاقي فلوس شوف هسا اني لقت اموال قدرة 917 فائدة الاموال القدرة انو تقدر تشتري بها من البلاك ماركت من تضغط على تايك راح ياخذه واكشغلة حلوة ايضا الانفنتوري INV لما نشوف الانفنتوري جدا اسطوري الانفنتوري ويظهر لك كل التفاصيل مالتك والقوائم اللي تريده والاشياء اللي شايلة مثلا اريد اكل تضغط على الاكل وراح ياكل مثل ما جاي شوف ياكل تريد تنطيها تريد تبيعها كل موجود تريد مثلا تشرب مي نفس الحالة بس انا ما عندي حاليا وهالاشياء كل موجودة بهذا المكان حتى حقيبة تقدر يشيل حقيبة ايضا تشتريها من السوق طبعا اشكر الادمنية كلهم من شرارة الى اصغر ادمن موجود عندنا طبعا حاليا بالوقت الحالي الادمنية اكثر من المواطنين بالسيرفر والسبب انه شوفان اجيه صورة الصبح والناس كلها بالمدرسة فلع ندخيلوا اربع ادمنية موجودين وناس موجودة قليلة جدا عفوا خمس ادمنية موجودين وناس قليلة فيا شباب اذا تريدون اي شي مساعدة رح يكونون هدول الاشخاص امامكم وتقدرون اطلبوهم عن طريق كتابة امر ريبورت هيلب اوكي بس تكتبون هذا الامر رح يجي لي ايامكم الادمن ويصير عنده ريبورت ويجي اشعار انه شوفوا ها سنة اعتقد رح يجيني قبل شوفوا اه مثل ما شفتوا فجأة جوني اه جوني اثنين حتى مواحد فيا شباب الادمنية والله جدا يعني ممتازين واشكركم مرة بارك الله بك بس جاي اشوف للناس انه مدى سرعتكم باستجابة للريبورت شكرا لكم شباب اتفضل تكحنا حبيبي طبعا شباب للمعلومة ما يقدرون يشوفون اساميهم مثل الحياة واقعية شباب مثل الحياة واقعية انه ما تقدر تشوف اسم الشخص مجرد رقم فوق راس الشخص اللي هو اي دي او هوية الشخص في حال حدود اي مشكلة نقدر نعرف من الشخص اللي متسبب بالمشكلة ويكتب لكم 10.000 لايك من هانا رامزي راح نوصل 10.000 لايك ورب الكعب انتم تستطيعون يا جماعة رابنا على 25.000 يا جماعة تكفون اشتركوا اشتركوا طبعا ايضا الفاكشنات بالايام القادمة جدا راح احتاجكم سيناريوات راح ابلل سيناريوات حلوة لما نصر عندي مجال شباب جدول التنزيل اتغير انتبهوا يا راح نزل على المنتده فراح يكون شباب البث مالتي اللي يكون العصر راح يكون هماتينا سبت ثلاثة وجمعة اوكي البث طبعا على تيك توك راح يكون وفي حال انه صار لواز بالايام الباقية ابث لكم بالليل لان انا مجالي فقط بالليل لحد الساعة 12 ونصب الضباط اقفل كل شي وذهب الى النوم ولي هين وصل النهات المقطعات ما ننمطع نال على اعجابكم في ال 45 دقيقة المغرب هذا التوقيت حيكون جدا مناسب وخلوا ببايكم الوقت الوحيد اللي انزل بي بعد من هين وراري نلقاكم في مقاطع هين جديدة اشتركوا في القناة